السلام عليكم ورحبا بكم نورتوني نورتو قناتي قصة سنينة نقولكم أهلا وسهلا بكم يا أرواح وأجمل فراشة ترسقني بها يا ربي إن شاء الله تكون لباس وصحتكم مليحة وليداتكم لباس وركم جوزو في الامتحانة يعني بكل قوة وإرادة إن شاء الله ربي ينجحوا ليداتكم يا ربي قبل ما نبدأوا اللي حكاية حبيت إن نبهكم على حاجة بيقولوا ننوها على حاجة بل يا قصة حمزة وملاك كين فيها جوز ثاني بصح ما لقيتوش كين لقاه نحطوكم لبنات واعد إن شاء الله وذوقها لبليكم هذه الحكاية بزيب 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 شابا وإن شاء الله يربي تعجبكم اللي اسم الحكاية أسيرة النرجسي قصة بزيب هايلا رابلية بزيب فيكم يحبو هذا النوم القصة اللي بنت كاتبتها الكاتباء أشويق بقلم ماء الشوشو قصة جزائرية من مدينة الصيف البطلة عابير والبطلبية جامل القصة تدورت شخصية النرجسية بكل المقاييس مقدمة تدمير إنسان قد يستغرق دقيقة والإعجاب بإنسان قد يستغرق ساعة ومحبة إنسان قد تستغرق أيام ولكن نسيان إنسان قد يستغرق عمرا بأكمله هكا راح نبدأ قصة تحياتي لكم ألحب بابا مفرد طلبي ومضررت الداخل بزيف حتى عدت عايشة وخلاص بابا سماني عابير كنت صغيرة وزينة وزيني يتكلم تربيت وسط الدكورة وأنا طفلاء بيناتهم عزوني دارنا وكنت غالية بزيف على بابا أني لوحد الدراجة الشوكاء وكنت دقني والله بابا يتأثر بابا كان خدام لباس به وخدمتولي خليته يعرف بزيف ناس ربي يبارك شخصيته ومرصمين في خدماتهم كانت أحلمو يأمن على مستقبلي ماشي بالخدمة ولا عمى ولا القراية مالقري كنت قراية وكانت أحلمو برك يزوجني بواحد يخدم عند الحكومة وبالقراد التعاو باح بابا لواحد جاي من البليدة وكان هو يعني صاحبه تعبكري وبناتهم مشاغل بزيف وبابا جيس بك عرف بليدة صاحبه عنده ولده بغي يتزوج عرضوا بابا للحفلة التعاو وثم شافني هذا الراجل أب الراجل هذا وحلف أنه ياخذني لوليده أنا مكنش راضية ومع الوقت قبلت ومن فوق زيت تعودت ومع الوقت تولد أسير التعاو كنت عبارتي كلها عن جمال يغيرني صوتك النرجسي وعيناك الصافية المستبدة التي توحي لأولي بلها بأنها لا تبالي ولكن في الحقيقة هي تحدق في كل شيء بمهارة خاطفة أعشق حديثك المليء بالعظمة أحب أن ألقط في أحاديثك المتكررة احتياجك للأمان وأفضل رؤية شبه الذكريات المؤلمة لديك بدلاً عن رؤية هادية تقدمها لي عوضاً عن شيء لم تفصح عنه هذه هي المقدمة ومازلتها طويلة بصح أنا رأي اختصرتها لابنت مش تدو فكرة بارك على عابير وش في دخلها تقول عابير ماش في دار بابا استخص بالزير خاطر كنا عائلة صغيرة متكونة من أبا وين وأنا وزوج خاوة دراري محسوب كنا لابا سالينا من الناحية المادية عايشين في دار كبيرة بابا من نوع الكالم خلاص وماما ثاني تخيلوا هذك الهدوء اللي كنا عايشين فيه مليح بسح قلقنا مراته بالعكس كنا دايما نسع وقت المناسبات باش يتليموا لعائلة كامل ويباني الحس في دارنا صافي تعودت للهدوء في حياتي المفاهمة والحوار كانوا محور حياتنا هكا كان قانون دارنا ملتحين مالغريفو تولينا مالشاكل المرض والدين وأمور الحياتية رقم تعرفوا كما كامل الناس ماشي رح أقولكم عايش حية الأميرات ولا المثالية لا لا يسروا حويش بصح دايما نفوتون بالسكيتبرغ وتكون النهاية المرضية للجامعة كما يقول بابا أنا هي الأخت الوسطانية بيزوج ذريري الأول يونس هدك هو الفشوش تعماما ينيت متالي تفو القراي ومخو هير بالعلم كبير يحب يقرأ وقتو كامل هز الكتابات كنشوفوا أنا يا دايرا كاليا وجاي وهكا ريفت لكتب تحت طابقه نحسوا هاري بوتر والله العظيم تاني مو يحب العلوم يا شخص تحويس قرأ واختار يعيش في كندا ويكمل تعليم التعب الثم تعب على روحه ويحقق حلمه هو الفرح الوحيد فينا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يقلقكش خلاص لا يقول لك لا طابت لا تحرقت بس صح مع الوقت انفيقوب اللي هو هذك هو كشمار العيلة ما بين شهاليه اللي يحب المافيا والحركات في حياته بس حجال الوقت اللي فوقنا به كامل بلي دير زبلت كبار وحنا لها خبر اما بابا واسمه مالك ربي طول في عمره البشي شعلي وجهه البشي شعلي وجهه تبين ناس ملاح بشهد تلجيرين يعني كامل يشعدونه عنده بزيف لصحابه لأحباب وكما يقول جامي طحت به وللقى روحه وحده دايما معاه لأحباب كان ايطار معروف في ولايتنا الحمد لله الوقت هذك ما زال واحنا ربع سنين هكاوي ديتها قاعد من المهنة تاو الروح للأم التاعي نبع الحنان اسمها حسينة كانت شيريو خلاص بابا متفتحها لها بزيف بصحة الساسة الوحدة الدراجة ما تأمنوش كانت تخدم استاذة فليسي تقري محاسبة وتلمو سيريو ليه بزيفة تلميذيتها واحة اوه كل ما يحبوها ننجعو ليه انا اليوم نعرفكم كامل على العيلة باتعرفونا مليح مليح انا قريت وكملت الحمد لله في حياتي فاتوا لاراسية هكا بزيف ما واقفت عن كل انكوبلو هكا مع واحد وكان يجوني الخطة بملي كنت 15 سنة في عمري تلمي كنت شابة بزيف بصح نرفض وكنت متمسكة بقرايتي تاع الصح تاع لازم نكملها بها نخمى مدي للدار وماما كانت ضد الفكرة يعني تاع الزواج حبتني نخدم ونعيش ونعيش ووقتي حتى وينا اتخلجت على عمر 23 سنة كملت لاليسون ستاي وخلاص وريحت في الدار عامين لقيت خدمة وخدمت بالكونترا في ادارة ايكل بريفي كنت ماشي في حياتي عادي كانت عندي صاحبتي الوحيدة دعاء اللي كنت نحبها بزيف ويا تاني كنا صحبة جديدة تعرفت عليها غرف الجميع برك ولقيت عقليتها كيفي يعني تفكيرها يساعدني فوتنا الحلوة والمره كيف كيف وكانت صديقة صاينة العشرة خير من صاحبة السييم اللي كنت ديرتها جيس برك كصحبة يعني احنا دينا الباك برك تفرقنا المهم حكايتي تقريبا بديت من اخر انهار اللي اياه في الجامعة هو انهار اللي سوتنيت فيه انا صحبتي دوها خاطر كنا ديرين ميموها مع بعض وخممنا نفوتها مليحة ونخلوها ذكر الشابة لينا وخممنا في البرستيج اكثر من المراجعة كان هذك الخوف حاكمنا مصبنا شكاين ملكي فشنديرو وجدنا الحلوة وروحنا طبعا نفوتنا الثمى هي حضر اخوتاتها والدها ورجلها وانا جاوا معي لفامي قدمنا وتشاوروا لي بخوفاكا معنا بعد ما زيرونا واعطونا 17 هاليها فرحنا وحتفنا مع لي بخوفاكا وكلش جزي نهار من الخيل وفي اذك الوقت بابا احتك بزيف برجل دوعاء خرج مخلوع فيه ومن اللي روحنا هو يهتر غير عليه برق وكان يتمنى لي غير فيه يكون راجل يشبه له كي ريحت نيف الدار فترة قعدت بي لفامي قيد على السوجة عابر ما تزوجت شعابير كبرت عابر تخرج تقرأتو المكتوب من كيش بابا صابر 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 من بعد كي تخطب ابنة دخولي وعمامية خلاص بابا تقلق من السوجة هذا تزوج ايه سيغت هو لبريود هذي كتاع قل الخطب على دارنا وكثرت الهادرة حتى كرأت الموضوع انا يوء الثرفية بزيف زد منو راحا كملت الكونترات تاعي وريحت في الدار ثم بابا اخلاص تخنق ديرونو بابا حفلة في الخدمة تاعو راح وراحت امي معاها او انا يا ثاني فت هادي روحنا من وراها بيومين يعني روح بابا فرحان وقال لي خلاص منه وروح ما بقى حتى واحد يقلقك اني بقت غري نشوفي وش كاين هذا قال لي صافي جكا عريس تستمتنا وفرحت وستغربت لانه كل جاو للحفلة بابا كبار في السن يا وخذي وشجاب لي بابا هذا هل اقول انه من حسن الحظ وجدت رجلا يصنع مني انثة قوية ام اقول انه من سوء الحظ ترددت هنا يا تعصح نقبل ولا لا لا ماما اللي حايلتني قبلت وتفائلت بزاف على هذا السواج وفي الاخير اذا تقبلت مام انا ربطت مصيري بشخص يا تعالى كلما سمحت له الفرصة لمست النرجسية في تصرفاتي حتى صرت وشبهه لكن بعد ان فقدت انوثتي ابقات ماما تسخصي هكا فيه شكون هاذا وين ماما تسخصي فيه وشكون هاذا وين وهكا وين يسكن وخدمته تفاصيل صغيرة جوبها اللي هو من عائلة معروفة ولباسها لي معروفة قديمة بينه وبين باباه واللي كي شافني باباه عجبته بزاف قال غير هذي اللي تليق للجامل انتقت انهي قتلوها واني فوتا عوجنه قال لي هاذا كيفاها مدعدش كامل عليه لكتبلك رب تكوني مرت وحد كما هاذا يخدم في القوات الخاصة وقرات ثاني وزيت قاري ومتخرج يعني ما يخص صواله لباس عليه المهم وافقتنا يا لثمة اتصل بابا بصاحبه وخبره وقالوا باللي يحدد موعده ويجيب جماله ويجيبها نشوفه ويشوفني يعني اللقاء شرعي قدام العائلتين بصاح صاحب بابا قالوا أصبر على خاطر واللي يدير عنده مواعيد مربوطة بخدمته المهم فاتوا لأيام سنين والعوام فاتوا لأيام عادي بصاحه ما رتبوا لكلش وجاب والده معه في التالية عارضبه يشوفني برغ ولزم مكره تحياتي ندخلو دي رقد في النهار جاو على اساسي ريحو ويش وجدنا وتعبنا وانا حتمت علي يا ماما نعدل روحي بالبيا جيت بوبيا بصاح والدوه ما قيمنيش خلاص هو ربي بارك واسمه جامال وخدم في القوات الخاصة وهكيك بانلي متعاجر فيه سيري وبزيف باش حاسب روحه المهم دخلت لي هم ضيافة ما شيفش معايا كامل وبقيت وينسي مع بابا ومرزع لخدمها كتاحه انا خرجت شوية الحقني بابا قال لي اروحي عودت خلت هنا قالوا بابا هو ش رأيك الطفلة ما عندك ما تقول عليها قالوا السي جامال ايه راهي تحت الاختبار ايه وش بيه هيدا تلفت البابا وقالوا ايه قالوا تعرف لي الحياتة ولا شوي شوي ولا بابا يضحك قالوا راح تحير بيها ولا وشنو هيدا انا حشمت وخرجت وشي هيدا انا نزوج بهيدا يبني معقد مين بابا شيفش في في قورتي خلاص وشي حسب فيه روحه زعمه خرجت نييم كرزل حقه وتنجعت منه حتى كي راحوا بابا بقى يفهم فيها على جامال قال لي نعرفو يا بنتي ونعرفو كيم العقل يتوها كوم تربيل واحد الدرجة ما يغلطش خلاص قلوا لا لا يسدي لا لا يزي هو حسب روحه فضائي جاي من سطح القمر ولا وشنو وزيد ناس تشهد له هكا عليش هذا وشنو هو راحوا من بانوسا عايت له صاحبه وقال لوليدي قابل وعجبته بنتك بزيف وان شاء الله هنجو نخطبه رسمي نهزوا الفاتحة فيها القريب العاجل ان شاء الله وشيخ مستشن يوم ورانجو ان شاء الله ايت قبلتنا وقلت خلي راني تحت الاختبار حتى هو قال لي بابا شوفي معاه وكان معجبك شاء مقوبي وها عادي من يخسر والو انا قلت ما نظلمش ولد الناس لخاطر عادي هذه بلك غي جيستبرك ما علينا فات شهرين تخيله يوم ورا يوم وتزيد ومن كنز جون وولد في شهرين بس احكن دايما يا عايد بابا ويجي بساعتين هاد رفتي فنا مع بابا ويقولوا باللي رهم مصمين يعني يدوني غير خدم الجامل برك عطلتهم وبابا مفوتها هاتي فاتوا شهرين بالتمام ونشفلها كل يوم كنت معا دعاء في الجاغ داها كام رايحين درتها طرف كروكي وقالت ورلي في لي موديلتها وحاها كعرسها قرب ومنها عرضتني هيا احنا نحكي وهكذا حتى نشوف في جامل جا غير كي شفت الطنو بالكحلة حبست والدارنا ونزل جامل بالكومباكت تعو كحلة نشفلوا هكذا شفتوا أقل بيتحل وقيت غيرها نتلصصها كالي رفتت لي فونتها وعيط البابا وهبط له بابا وراح أبيه بصح ما حبش يدخل للدار أبقى لبرا برك حكيوا مع بعض بصح ما فهمت شوش قالوا لبعضهم مام جامل ما تطول شورح دوها أشكتوا بقى تقولي شكوني لكعبه هذيك وننقلها غيرها يعرفوا بابا برك وخلاص وامنتني ما عرفت شعلها ما حبيت شو نقلها إلى بلك يكون مكتوبي خفت لي كوني تمزخر ولا هكا قلت ما نديرش النشلية ولا عمري باطل هكاك روحت دعا وكيت لا بابا قال لي يروحي عندي هادرا معاك روحت قالي دركا رانا تخلنا في الصح قلت له غير خير يا بابا غير خير قال لي بلي بيت يعني أهل جمالها دولية ما تيجوهز الفاتحة يعني ما بين لا يوجدوا راقي العقد وهكذا راكيت دخلين سيا بعد أنا ما نقشت شبابا بس أحكي فيه وعلي هادي زربة كامل قلت له ما حقوش يشقابه يمد كلمة هكاك عليها أم واحد دد وقتيش لخط بابا من 15 يوم ولد في شهرين قال لي بنتي خدمتو هي هكذا هي لي معطلاتو ما قلت والو كل بارح كل يوم قاعد نشوف في بابا فرحان شد فيه قلت له بابا ما تحمش بزيف رحطت تعوى العام الجاوي يا ربي لا دخلت ولا زوجت به وكما قلتها السيدة قريب فيتش هارة خلافة نسيت قصت وانا خلاص وش حال جيت سحبتي دعاء قاتلي والدخل تا حبيب زوج وراني خير تكنتيا وعطتني الاسم التاعو اسمه حاكيم يخدم بيطاري المهم وصفت لي فيه صفة الماء يعني الملاح جاهز طول الزواجة وجابتلي لفوتو التاعو الحق مقبول ما قلت لها أولو بحكم أنا ما قدرت لهاش خلاص على جامل بقنا في كلمة أصبري وخلاص كل مرة ندللها سبا وذات الحاجة اللي شدتني وحيرتني في عائلة جيمل هي أنه مو بابا عمت وكنه كامل يتوصلوا معايا كشغل جاتني حيش مهكا كشغل والفتهم والفوني ودايموني سخصي وعلي جات لها ثلاثة عربع قررت نروح عند خالتي أنا خالتي ذي سيكنا في الدوار يعني في الريف وفي الربع صافي جات فرصة وأنا مد لما رحتش عندها قلت نتلم وكامل لعائلة ثمة وجت أسوالحي ورتبت أموري والغدواء رحنا أنا وماما في ترونس بورا عند الأخوي لتاي وش حلف راح تكي ما وصلنا بدنا وتغدينا أهزتنا ورحنا للجبل رحنا نحاوس ثم الدنيا كانت زاهية بالنوار حلي كنا هكك مستمتعين بالجو الحطة بابا عيض لي هزي تالي قالي من بعد نجيبكم ما تروحوا قلت له عليه قالي جامل أو عيض هو قال لي جامل وأنا يضربني الجن الأحمر الأزرق الأخضر واندمت قلت له كغرة أقفل تليفوني أنا قالي الأخميس قالهم الفتحة قد دهشة ساعة كاماما تقول لي يا وش كين وش بيك وانا بيهتها كا ونشوف تشوكي تعصح ونقول لها اليوم وش هي تقولي ثلاثة ونقول للبابا وش منا أخميس هذا هو يقولي تاغير غدوة هي ويلي والدان هترفله وشنو هذا قلت له لا قلو يسبر قال لي بابا هادك هو ما ديني الكلمة انظروا ولا كيفا وكوبا قلت للماما اللي هي استجامل هادا والمدنال اوكي ايه ونهار الخميسة شرفنا بسيته ماما تشوكيت قتلي عليها ذه بله حتى قلت لها ماما يا واذا مش الخطبة قلت لي وش نومها قلت لها الفتحة يا أمو أخيتي خاتي كانت ويقفة قعدت وقلت لها وقتها هادا وكيفا ما تخبرونيش يا خيه فتحة وما تخبرونيش قلت لها يما قلت لها يا وزعمها خطبة وراني زعمها ذا المرة راح نحكي لك ريحتنا في الحشيش وحكيت لها اللي نيتنا ولا غاي كنا راح نجيبوا السيرة وبابراس بقنا المهم ولا دخالتي وماما يخموا واش يديروا في ذا المصيبة ولا شفت شفت ماماها وقالت واش راح نديروا خلينا تأقلموا وخلاص ربي يجيب الخير ولا سيم ما تعرض وفرحة ولا غي فرحة ثم ثم تقلبت أجواءها وانا تغششت وشي هذا قلت وش نو هذا وش بيه يغبر يغبر ومن بعد يجي دير رايه ولا كيفاش كرست وبابا جيت ونورمال ويتلمس له في الأعذار ملقى لقى هذي كملت تحويسي وتناسيت قصة جامل بس احمل داخل خايفة كما يقول لك في القلب في القلب ترجمة نانسي قنقر